يوما بعد يوم يزداد نفوذ ميليشيات الحشد في العراق ليشمل المفاصل المدنية والعسكرية والسياسية متربعة على مراكز القوة والسيطرة لإدارة الدولة نور المالكي زعيم حزب الدعوة رفض في وقت سابق اندماج ميليشيات الحشد مع الجيش الحكومي وقال إن الحاجة لوجود ميليشيات الحشد ما زالت مستمرة وذلك في موقف يتناغم مع موقف إيران الرافض لقرار دمج الميليشيات مركز الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكي تناول الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط ودور ميليشيات إيران في لعب دور حائط الصد لحماية مشاريعها وكشف أن كلا من ميليشيات بدر وحزب الله والعصائب والنجباء حولت من قوى رخيصة إلى قوى ذات نفوذ سياسي دائم تستخدمها إيران لإخفاء تدخلها في الخارج بأقل كلفة ممكنة ومن دون إرسال قوات إيرانية لمناطق الصراع وزير الخارجية الألماني خلال كلمة له في منتدى برلين للسياسة الخارجية دع الحكومة الحالية في العراق إلى الابتعاد عن حكم الميليشيات الطائفية واعتماد الدستور والقانون بين كافة المكونات فيما نشر معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة تقريرا بشأن سبل مواجهة نفوذ إيران وقال فيه إن ميل طهران لاستخدام وكلائها في العراق ينسجم مع أهدافها الإديولوجية ويعكس صورة لطبيعة التصعيد ونقاط القوة والضعف العسكرية في البلاد استراتيجية تمكن وفق تقرير المعهد نظام طهران من تحقيق أهدافه الإرهابية في المنطقة وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن الميليشيات في العراق قطعت شوطا طويلا في تثبيت النفوذ منذ احتلال العراق وتفوقت على المؤسسات الحكومية الرسمية ونجحت في وضع بذور الصراع في البلاد لعقود قادمة ويتهم سياسيون وحقوقيون عراقيون ومنظمات دولية ميليشيات الحشد بارتكاب انتهاكات بحق عراقيين في مدن ذات غالبية سنية والقيام بعمليات تغيير ديمغرافي على أساس طائفي فضلا عن أن تغول الميليشيات يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار العراق